أهلا وسهلا بكم ببدوي تريد اليوم بدنا نكشف مي كان السبب الرئيسي بنزلة السوق وأهم ثلاث أحداث اللي لازم نرقبها هالجمعة لان رح تأثر بشكل كبير على السوق خلينا نبلش البيتكوين نزل تقريبا للـ 41000 كان وصل على الـ 44000 حاليا على الـ 42100 كل الماركت نزل باله بشكل أكبر البيتكوين نزل 1% الـ Ethereum 2.5% الـ BNB 3 وكله بينزل بشكل أعلى وأعلى وأعلى ما في غير الدوج أب شوي السبب اللي أبت الدوج هو مثل العادي إيلون ماسك إيلون ماسك هو كتير بيحب الدوج كوينز ومش من زمان اشترى أكبر نسبة أسهم بشركة تويتر وخلال محادثاته عم يسأل كتير أسئلة على التويتس طبعه عن التويتر كيف بيحسنه جواب جواب انه معقول يخلي الدوج كوينز يكون طريق الدفع هالشي ما انه مأكد هو بس عم بيسأل أسئلة للعالم هذا الشيء خلل كل الدوج سابورترز يفوتوا يبلشوا يشتروا لأنه متوقعينوا يعلى بشكل كبير أنا شخصيا ماني ما بحمل الدوج أنا بحب العملات اللي إلا مشروع قوي وإلا إنتاجية بشكل عام بس إذا إيلون ماسك عم يدعمها ولح تجي على تويتر سعره سيطلع بشكل جنوني الخوف بالسوق عالي كتير فيه نسبة خوف كتير كبيرة وهذا الشيء مأثر لأنه خفاني ما عم تسترجى تضل بالسوق الغراف هذا الغراف تركوا فيها فترة أشهر هي ذاتها البيتكوين بقى له بهذا الترند فترة بهذا التشانل مثل ما اللي حتلكونيها بالأزرق هون من هون لهون بينزل بيدق بالواق هون بيجرع بيطلع بينزل بيطلع وهلأ بصرنا بالنزلة كان عندنا رزيستنس هون ما قدرنا نضايم فيها معدل السارع على الميتان النهار هو كان الأهم أريا اللي لازم نكسرها طلوه لنكفي البولران وما قدرنا نكسرها إذا لاحظتم دقينا فيها هون على 48 ألف وبدأنا نزلة هذه الثاني أريا هون ما قدرنا نتركها فرجتنا فيها نزلة طلعت على شغلة ما كنت ملاحظة قبل وحطيتها زيتها انديكيتر مؤشر يلي هو معدل الميتان هار سعر على ميتان هار يلي هو بهذا بالأصفر هون إذا ملاحظين وصلنا عليه خليني أقرب الصورة وصلنا عليه تقريبا وبدأنا نطلع إذا كفاينا طلعتنا ونرجع نعمل تست لهالأريا هيدا كتير منيح إذا كسرنا الأريا الثانية للرزيستنس ستكون تقريبا على الاربعين ألف بين الاربعين وثلاثين والاربعين ألف وراء أحبت بس أخبركم بشكل سريع على الجراف وشو عم بتقلي من يومين أنا عملت فيديو خبرتكم فيه أنه حدا كان لحيبيه ألف وثمينمائة بيتكوين وحوت كبير ببيعوا الحيتين ببيعوا البيتكوين ليشترووا على الواطن وكل العالم بتبيع وتخاف وتبيع وهون بيشترو على الواطن بيقب السعر بشكل كبير ما بتلاحقوا تشترو بصير مجبورية تشترو بأغلى من السعر اللي انتو فضتوا فيه اكتشفنا مين هدو الحيتين بالأول 2021 كان في شركة بالصين هي بتعدن اهم شركات تعدين البيتكوين اسمها F2Pool طلع عليها كتير سيت انه عم يلعبوا بالسوق عم يبيعوا ويشترو عم يبيعوا على العالة ويشترو عم يبيعوا على الواطن بس بكميات كتير كبيرة وهالشي أثر على السوق بعدين غيروا كريبتو كوانت اللي هي من رائب خلاله على الشبكة المعلومات على الشبكة اللي بتدلنا مين اللي عم يشتغل غيروا طريقتهم بطل فينا الرائبهم بطريقة مكسفة هلا مش من زمان في حدا بيشتغل بشركة بيتكوين اسمها يكتبوا مقالات ويراقبوا البلوكتشين بشكل عام رائب البلوكتشين بشكل خاص وطلع اول شي على المينرز اوتفلو المينرز اوتفلو كل اللي بيعدنه اللي عم يطلع منه اللي يبيعه كله هون عادي 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 مثل كل المينرز لقينا هون في خط كتير كبير اذا بطلع تطلع هون خط كتير كبير حدا طلع بشكل كتير كبير رجعنا فتنا على F2Pool هون فينا نشوف كل المعدنه بشكل خاص للF2Pool شفنا الرقم تقريبا هو زيته بالF2Pool يعني الرقم one for one مية بالمية مثل بعضه يعني F2Pool هون اللي بيعوا لحتى يشتروا هون ويقولون ألعاب حيتين لحتى ياخدوا لكم الكبب تتبعكم خوفوا العالم تبيعوا هون يشتروا على الواطن لذلك انتبهوا منهم هون شو الثلاثة مؤشرات التي لكم عندنا كتير مهمة لرقبة هالجمعة وانا حكي عنها جمعة الماضي رقبة هالجمعة لدلنا وين سيروح السوق اول واحد هو اهم ابنوك بامريكا اللي ستخبرنا جاي بي مورغان جولد منساك سيتي جروب كله سيعطونا قد ما تخونه اللي كان سيفرجونا اذا كان منيح ولا لا هالشي سيؤثر على السوق لانه هو اهم ابنوك بالعالم ثاني شغلة اللي انا برأيي اهم شغلة هي CPI Index Consumer Price Index هيدا بفرجينا على نسبة التضخم المالي قدرت الشخص بالشراق بامريكا وبما انه هنه اكبر دولة بالعالم بيأثر على السوق العالمي لانه بتأثر على الدولار Consumer Price Index وتاني شي الريتيل نسبة المبيعات بالريتيل نسبة المبيعات فدت على هون الـ CPI انا برأيي هو اهم مؤشر لازم نرأبه هالجمع الاجتماع سيكون بـ 12 شهر يعني بكرة بتوقيت امريكا هنه متوقعين شهر الماضي كان 7.9 هنه متوقعينه يكون 8.4 يعني هايدي اعلى نسبة من زمان كتير بتكون بامريكا اذا طلع اعلى من 8.4 وانا بتوقعه يكون اعلى شوية السوق سيقوم بطريقة سلبية ويقوم بتسعر كل شي بالسوق وهالشي اذا كان اعلى من هايك بيعطيه الضوء الاخضر للفد لحتى يعملوا يزيدوا الفوائد بـ 50 بيسس بوينت بس بيأكدوا انه سيزيدوا اكتر من مرة 50 بيسس بوينت ليحطوه تح ليصير under control ليقدروا يسيطروا على التضخم المالي وهالشي كتير كتير مهم هذا الاجتماع كتير وانا برأيي هذا احد تاني اسباب السوق وطيه اليوم لانه العالم خيفاني من ارقام التضخم اوكي ان شاء الله تعفو بس بشكل عام البيتكوين بعده منيح عادة اذا نتطلع على الجراف المنطقة اللي منكون فيها اذا بدنا نتطلع هون دايما وقتا نكون بالRSI Relative Strength Index بتفارجينا زخم البيتكوين والكريبتو وقتا نكون هون منطقة دايما منيحة لنشتري لاحظوا نحنا هون أبت هون أبت نحنا هلا بمنطقة كتير واطية بيقولوله يعني فيه أب جاي اذا الأب لح تاخدنا للهيست هاي ولا لح تاخدنا بس لهون ونرجع ننزل ما في نقلكن بس عادة تاريخيا عم بحكي هيك بتفارجينا المعلومات انا بس عم بحكي اكتر عن البيتكوين مش عم بحكي عن غير كريبتو لانه فيه خطورة كتير اذا ما نفوت ب الألتكوين الصغار هلا فيه خطورة كبيرة اذا نزل الماركت هو بينزلوا بشكل كتير كبير عم بحكي عن الميجر كريبتو حاليا أكيد عم شوف الكومنتز تبعكو عم تسألوني عن كام كريبتو اللي حقامل فيديوز عنه بشكل خاص بس ما بدي العالم اللي عم تحضرني تفوت بخطورة كتير كبيرة الماركت بعده منيح انا شايفه طالما اذا منطلع هون هيدا الواطئ هون هون اعلى شوي طالما احنا منضلنا فوق هالمنطقة هيدا الواطئة بنعمل باونس من هون ونطلع هيدا الواطئة لنكفي للهائر هايز هيدا كلها بتفرجينا دوكوان بعده عم يشتري ترى لونا اشتريت اجان مئة وسبعين مليون دولار بيتكوين كله بعده فيه حوت عم يشتري هيدا التويتر طبعي بليز لايك وسبسكراب فيه حوت عم يشتري كل يوم بيقيمة مليون دولار بيتكوين بغض النظر عن السعر العالم بعده الحيتام بعده بتقامن بالبيتكوين ومتأكدة انه لح تطلع اميز بليز لايك وسبسكراب للشانل وعطوني كومنت عن حالة شي بتكونيني احكي عنه بعرف عن كام كريبتو عم حطهم عجنب وعم بدرسهم قبل ما اعملكم فيديو عنهم بس فيهم خطورة اكتر عم تسألوني عنهم انتو اميز بليز لايك وسبسكراب وانا بشوفكم قريبا بفيديو جديد وماركت ابدو جديد شكرا